مرة اخرى تخطئ طائرات التحالف اهدافها العسكرية لتكرر بذلك خطأ سابقا كانت قد ارتكبته بحق المدنيين بمحافظة حجة تقول المصادر الميدانية ان غارة جوية نفذتها طائرات التحالف وقعت على مستشفى عبس الميداني الذي تشرف عليه منظمة اطباء بلا حدود وفي نتائج هذه الغارة التي عادة ما توصف بالخاطئة استشهاد خمسة عشر مدنيا واصابة العشرات غالبيتهم اصابتهم خطيرة خلال عام ونصف من الحرب تعددت وكثرة الغارات التي دائما ما كانت تجد امامها اما مدنيين عزلا او افرادا تابعين للجيش والمقاومة الشعبي لكن نتائجها عادة ما كانت تقف عند التصريح بانها خطأ مأسوف عليه احيانا واحيانا يتم تجاهلها واحتسابها ضمن قاعدات لا تخلو اي حرب في الدنيا من الاخطاء يهرب المدنيون من قتل الميليشيا الى موت اخر لم يكن في الحسبان ولا ضمن التوقعات هكذا بات وصف الحال في بلد اصبحت الحرب مأساته المستمرة اشتركوا في القناة